السلام عليكم اليوم راح نكمل بالجزئية الأخرى من السكس ديس أوردرز الجزئية اللي راح نحكي فيها اليوم عن موضوع شوي جديد أو يعني شوي بعيق خلني أحكي مختلف عن موضوع اللي حكينا في الجزء السابق اللي هو بيحكي عن الديس أوردرز اللي العلاقة في الديفلوبمنت للقونات والديفلوبمنت للسكس بشكل الأساسي هذا المعامل الديس أوردرز اللي هو ديس أوردرز هم ديس أوردرز خلني أحكي يقعوا ضمن رينج كبير هذا الرينج بيتمثل بعدة شغلات في أقصى حالاته بيكون الشخص عم يحمل جينوطايب معين سواء كان ميل جينوطايب اكس واي أو فيميل جينوطايب اكس اكس بس بالمقابل الفينوطايب اللي عم يظهر عند هذا الشخص بيكون فينوطايب مختلف تماما يعني بكون شخص عم يحمل اكس واي ولكن هو عم يظهر من الخارج على أنه فيميل أو شخص عم يحمل اكس اكس ولكن عم يظهر من الخارج على أنه ميل فهات خلني أحكي أقصى حالات السبب أو أقصى حالات هذا النوع من الديس أوردرز اللي هي ديس أوردرز أوف سيكس ديفلوبمين وبدرجات أقل بيكون الموضوع في خلال على مستوى القونات بحيث إنها القونات متطورة بتكون أو هلنأحكي القونات موجودة ولكن مش متطورة مية بالمينة فهلأ حنشوف شو أنواع هاي ديس أوردرز أوف سيكس ديفلوبمين شو السبب اللي بيكون لهذا الإشي شو اللي بيخلي هاد النوع من الديس أوردرز يتطور رح نحكي عن هاي التفاصيل كلياتها بس قبل نكمل في هاي التفاصيل بدنا نحكي عن تعريف القونات وقبل ما نحكي عنه بشكل عام هون بس بدنا نوضح ديش خلني نحكي تقريبا كمية البريفلنس لهذا النوع من الديس أوردرز في المجتمع فعليا بشكله تقريبا سبعة في المية من كل يعني من كل مئة شخص يولاد عنده خلل منذ الولادة سبعة في المية هذول الأشخاص في الغالب بيكونوا أشخاص بيعانو من ديش أوردرز فهلأ عشان نعرف شو هو ديش أوردرز زي ما حكينا بدنا نعرف مصطلح اللي هو مصطلح القونات ذي جينيفز القونات ذي جينيفز هو مصطلح يعني هنحكي هو مصطلح مريد ديش أوردرز أب سيج بلوبمن بحيث اللي بعني فيه انه القناد لا تتطور او اذا تطورت ما تتطور بنسبة 100% هذا الاشي بيتسبب انه زي ما حكينا يحدث بشبب باقصى الحالات يكون شخص عم يحمل جينو تايب معين ولكن الفينو تايب له اشي مختلف تماما او في كيسز اخرى بيكون القناد الملائم للجينو تايب اللي عنده موجود ولكنه مش متطور 100% فهدول الكيسز او خلنا احكي انواع الجيناد لليسجيناسيس فعليا في عندي منهم تلت انواع اساسية في كومبليت جيناد لليسجيناسيس في بارشل وفي ميكس جيناد للibi فالله حنشوفهم الثلاثة ونشوف كل واحدة فعليا ماذا تعني وشو بقصد فيها ووين بالأنواع الأول اللي هو الكمبليت وجيناد لليسجيناسيس زي ما قلنا هو كومبليت ففعليا هون بيكون في عندي اختلاف كامل ما بين الجينو تايب وما بين الفينو تايب بحيث أنه الشخص يكون عم يحمل جينوتيب لسكس معين ولكن الفينوتيب اللي عم يجده هو فينوتيب لسكس مختلف تماما على سبيل المثال شخص عم يحمل XX ولكن الفينوتيب العظار عنده هو male phenotype أو شخص عم يحمل XY ولكن الفينوتيب اللي عم يظهر عنده هو female phenotype فهذا اللي بقصد فيه في complete gonadal dysgenesis بالمقابل النوع الآخر اللي هو البارشال gonadal dysgenesis في البارشل القرناد من اسمه بارشل فعلياً بيكون أحد أو بيكون القرناد الملائم للجينوتايب متطور أو موجود ولكنه مش متطور مية بالمية أو ممكن يكون فعلياً في عندي بحيث أنه يكون ناشئ الأوفاري مع التستس فهذا الإشي بطلق عليه اسمه فبالتالي هذا النوع من القناد اللي هو البارشل بيكون في خليط من القناد موجودة عند هذا الشخص أو إذا ما كان خليط بيكون جزئية موجودة ولكنها مش متطورة مية بالمية وهذا البارشل قناد بالعادة يتصاحب معه فعلياً الأشخاص اللي بعانوا من القناد هم في الغالب بيكون عندهم بحيث أنه الجنطالي عندهم ما بتكون واضحة مية بالمية هل هي ميل جنطالي أو فميل جنطالي فهذا الإشي بيكون خليناً أحكي الدليل الأكبر على أنه هذا الشخص في عنده خلل على مستوى القناد والنوع الأخير اللي هو الميكس قناد ديجينيسيز الميكس فعلياً هذا الشخص اللي بيكون بيعاني من الميكس قناد ديجينيسيز هو في غالب الأحيان بيكون عنده القناد الملائم للجينو بس بالإضافة لهذا القناد الملائم بيكون في عنده إشي بطلق عليه اسمه ستريق قناد الستريق قناد ببساطة هو عبارة عن التشو الأساسي اللي بينشأ منه القناد ولكن قبل ما يصير له ديفرانشيوش إحنا نعرف أنه الأوباري والتستس أو بشكل عام الميل والفيميل البرودكتب سيستم التنين بينشأوا من نفس المنشأ التنين بينشأوا من the same تشو ففي حالة هدو الأشخاص اللي بيعانوا من ميكس قناد هما بيكون عندهم جزء من القناد المتطور بس بالإضافة لجزئية القناد المتطورة هاي فعلياً بيكونوا بعانوا من أو بيكون في عندهم ستريق قناد إنه في جزئية أخرى هي عبارة عن أن ديفرانشيات التشو هذا التشو ما تطول لسه مش معروف شو اللي حينشأ عنه فهذا بالغالب بيظهر في كيسز مثل الميكس قناد الزجنسيات الآن بالنسبة ل هدول الأنواع التلاتة هما فعلياً بيختلفوا سواء الكمبيت البارشل أو حتى الميكس قناد الزجنسيات الأساسي على زي ما حكينا الخلل اللي بيكون عمستوى الجنسيات فهلأ ببساطة حنشوف شو طبيعة الدسوردر اللي ممكن تكون موجودة شو طبيعة المسببات اللي ممكن تكون موجودة فيهم سابقنا نفوت على أنواع الدسوردر ومسبباتها فيه هون بس جملة حاكي لي بيقول لي انه كتير مهم هدول الأشخاص وقت ما يتم اكتشافهم أو وقت ما يتم تشخيصهم وتعامل معهم انهم فعلياً خلال عملية التشخيص والعلاج بيتعرضوا لكتير خلنا نحكي مراحل من الدايجنوس المانيجمانت وبالإضافة لهذا الإشي they should go to genetic counselor لأنه ببساطة وضعهم شوي بقدر أحكي أنه مختلف في المجتمع هم مش مصنفين على أنهم ميل أو على أنهم حتى في ميل فبالتالي يعني مهم أنهم يلوها genetic counselor من أجل أنه يساعدهم في الاندماج في المجتمع فهاي النقطة حلوة أنه ننتبه عليها هلأ نيجي لل sex order فعليا ونشوف sex order بشكل أساسي شو طبيعة ال classification لهم النوع الأول أنه شخص ممكن يكون عم يحمل X و Y ولي هو المفروض بشكل طبيعي شخص حامل X و Y يكون ميل بسبب أنه هذا الشخص يكون فيه عنده genetic disorder أو خلني أحكي يكون فيه عنده DSD خلني أحكي للX و Y ولكن يظهر من الخارج الفيميل ربوتك تبسي فحنشوف هذا النوع شو سببه شو مسبباته واللي فعليا فيه إله مسببات genetic فيه مسببات إلها علاقة في الهرمون أو النوع الثاني اللي هو شخص يكون حامل X و X شخص يكون الجينو تايب لإله إذا female تايب ولكن الفينو تايب اللي عم يعرضه واللي عم يظهره هو male تايب أيضا هاد الاشي هنشوف شو مسبباته على مستوى الجينات أو حتى على مستوى بعض الهرمون فأول نوع أو أول خلنا نحكي متلازمة بدنا نحكي عنها أو مش متلازمة أول نوع بدنا نحكي عنه العلاقة في الموضوع اللي هو النوع الأول بحيث إنه شخص عم يحمل X و Y كروموسوم ولكن الفينو طعب لإله هو female phenotype السبب الرئيسي اللي ممكن يخلي شخص عم يحمل X و Y كروموسوم يعرض الفينو هو جين أساسي موجود فيه الجسم عند الميل هو الSRY إذا تتذكر وقت ما شرحنا عن الGonadal Development حكينا بشكل أساسي إنه الجين الأساسي اللي مهم وجوده في الجسم من أجل إنه يتطور الميل هو الSRY قلنا إذا الSRY موجود حينشأ التستستيرون خلال مرحلة الإمبريو ومن ثم هاد الإشي حيسمح للميل reproductive system بالتطويم في حالة إنه الSRY واللي هو مسؤول عن إنتاج التستستيرون حدث عليه خلال سواء كان ديليشن كان ميوتيشن معينة كان ميوتيشن خلت الSRY يبطل شغال فعليا هذا الإشي حينشأ عنه إنه الSRY مش شغال ما فيش تستستيرون وبالتالي ما فيش ميوتيشن حينشأ واللي حينشأ بداله في هاي الكيس الفيميل reproductive system فبيصفي إنه هذا الشخص هو عم يحمل الX والY كروموسوم مضبوط ولكن الفينوطائب اللي عم يعرضه هو فيميل فينوطائب كمان مرة بسبب إنه بيكون الخلل رئيسي عمستوى الجين الأساسي اللي بيسمح في تشكل الميوتيشن واللي هو الSRY بس هذا مش السبب الوحيد لهذا الكيس فعليا فيه أسباب ثانية من ضمن هاي الأسباب فيه جين آخر هذا الجين بيكون محمول على الكروموسوم X اللي هو الداكس ون جين الداكس ون جين أو اللي هو بمسمى آخر نيوكلير ريسيبتر سب فاميلي زيرو جروب بي ممبر ون هذا الجين زي ما قلنا هو محمول على كروموسوم X هذا الجين بقدر أعتبره يعني أحد أنواع الريجوليترز للسRY جين هو يعتبر ترانستيبشن فاكتر هذا الجين لو حدف وصار عليه دوبليكيشن بحيث أنه صار عندي من هاد الاشي حيتسبب أنه اللي حدف على الداكس ون يتسبب بأنه يلغي عمل الاس رواجين فبيصفي هذا الشخص مظبوط عنده الاس والي كروموسوم مظبوط عنده الاس رواجين بس في عندي أحد الجينات أو أحد الريجوليتر جين اللي هو الداكس ون هو فعليا حدث عليه الميوتيشن الميوتيشن اللي حدد على الداكس ون تسببت بأنه هاد الاشي يلغي عمل الاس رواجين بما أنه الاس رواجين أو عمل الاس رواجين اللغي فبالتالي ما فيش تستوستيرون وقت مرحلة الامبريوم وبناء عليه المير رواجين لن يتطور واللي رح يتطور في هاي الكيس هو الفيمير رواجين ستصار هيك فيه سببيا أساسيا من الموضوع كمان مرة الاسر 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 اللي لو حدث عليه خلال ديليشن أو هاد اشي حيتسبب بأنه اللي مش رح يتطور المير رواجين ستصار ولي رح ينشأ بداله هو الفيمير رواجين ستصار لو حدث وكان الخلال على مستوى جين آخر بدر اعتبره ريجوليطر الاسر وكان وحدث عليه هاد الاشي حيتسبب بأنه هذا الشخص فعليا أو خلنا احكي هذا الشخص اللي عنده هاي الميتشن رح يتعطل عنده الاسر واي بسبب الوفر رواجين من التعطل الاسر واي وبالتالي ما فيش تستوستيرون وبناء على لن يتطور المير رواجين ستصار الفيمير فبصف الشخص هو حامل الاسر والواي المسبب الآخر اللي ممكن يلعب دور في هذا الموضوع هو جين آخر ولكن هاي المرة هو اوتوسوم الجين هو جين محمول على كروموسوم جسمي بالأخص على كروموسوم رقم 17 هذا الجين اللي هو السوكس لاين جين هو جين بشكل أساسي يعتبر ريجوليتر لعدة جينات في الجسم يعني هو بيعمل ريجوليشن للسر واي بالإضافة لمجموعة من الجين هذا الجين لو حدث وصار فيه عليه خلل ففعليا كل الجينات اللي هو عم يعملها ريجوليشن هيصير عليهم خلل ففعليا لو حدث وصار فيه ديليشن ميوتيشن أو خلل على مستوى السوكس لاين جين هذا الإشي حينشأ عنه متلازمة يطلق عليه اسم الكامبو ميلك تسبليجي وهاي متلازمة فعليا تشمل كثير شغلات بتأثر على تأثر على تأثر على تأثر على كثير مناطق في الجيس اللي فعليا كل المناطق اللي يعني تتأثر في الجينات اللي أصلا السوكس لاين عم يعملها ريجوليشن فمن ضمن هاي الأشياء كلها اللي حتيتأثر حيتأثر الديفلوبمنت لا ريجوليكو رح السوكس لاين يأثر على الاس أرواي يبطل الاس أرواي شغال بما أنه الاس أرواي لم يعد يعمل فيش عند تستوستيرون فيش تستوستيرون اللي حينشأ هو الفيمير ريبروديكتف سيستم بدل المير ريبروديكتف سيستم طب بصف الشخص هو حامل مضبوط للأكس والواي ولكن من الخارج عم يظهر عزق في مير بسبب كمان مرة بيكون أو أحد الأسباب أنه بيحدث الخلل على مستوى جين أو أحد الريجوليتر جين اللي هو السوكس ناين اللي بعتبره أصلا التصوم الجين محمول على كروموسوم رقم 17 واللي بيعمل ريجوليشن لكتير من الجينات من ضمنها الاس أرواي فلو حث عليه ديليش الميتيشن حيبطل الاس أرواي شغال وبالتالي فيش تستوستيرون وبالتالي ما سينشأ هو الفيمير ريبروديكتف سيستم النوع الأخير من الجينات اللي ممكن يتأثر بشكل أساسي بهاي الكيس إنه شخص يكون عم يحمل الـ X والY ولكن يظهر الفيميل فينوتيب هو جين بطلق عليه اسم الـ NR5A1 جين هذا الجين هو أيضا يعتبر أن أتصوم الجين هو جين محمول على أتصوم الكروموسوم على الكروموسوم رقم 9 هذا الجين بشكل أساسي بقدر أعتبره أيضا another type of regulator فهو بيعتبر regulator ولكنه regulator للـ SOX9 ولل-DAX1 إذا نذكرين إحنا قلنا قبل شوي إنه الـ DAX1 بيعمل regulation لل-SRY والSOX9 أيضا بيعمل regulation لل-SRY في عندي كمان جين اسمه الـ NR5A1 اللي هو فعليا بيعمل regulation لل-SOX9 ولل-DAX1 واللي بدورهم بيعمل regulation لل-SRY فلو حدث وصار في عندي خلل على مستوى الـ NR5A1 فعليا حيخليه أثر على الـ DAX1 وعلى الـ SOX9 واللي بدورهم حيأثره على الـ SR1 فبصف في هذا الشخص عنده خلل في إنتاج أو في كمية إنتاج التستستيرون بسبب خلل أساسي حدث على مستوى الـ NR5A1 اللي أثر بدوره على الـ SOX9 وعلى الـ DAX1 واللي بدورهم أثره على الـ SR1 صففشتوستيرون اللي حيتطور وقت الـ هو الفيميل ريبرودكتف سيستم بدل المير ريبرودكتف سيستم ففي المحصل النهائي ممكن هذا الشخص يكون عم يحمل الـ X والـ Y كروموسومز ولكن عم يظهر الفيميل في نوع بس هم في نقطة بدون تكتبع عليها إنه في الغالب الأشخاص يكون عندهم الخلل بسبب خلل على مستوى الر5A1 اللي هو خلني أحكي أبعد ريجوليتر فعليا الأعراض بتكون عندهم أقل شدة من الأعراض في بقية الكيسز لأنه زي ما حكينا هو هذا الر5A1 هو ريجوليتر للسوكس ناين ولل داكس واللي هم بدورهم ريجوليتر للسر1 ففعليا الموضوع شوي بعيد يعني الطريقة شوي انداريكت فعشان هيك هدول الأشخاص أو بهاي الكيسز فعليا القنادال ديسجينيسز اللي بينشاء في الغالب بيكون بارشا القنادال ديسجينيسز وليس كومبليت أو ممكن يظهر كومبليت ولكن في نسبة قليلة النسبة الأكبر اللي بتكون بيكونوا أشخاص هما عندهم بارشا القنادال ديسجينيسز أو يعني نسبة منيحة خلني أحكي من الأشخاص بيكون لسه اللي يروح يأثر على سوكس ناين والداكس ون واللي بيدورهم حيأثروا على ديسجينيسز فعشان هيك هدول الأشخاص بيكون عندهم بارشا القنادال ديسجينيسز وبالغالب بيكون عندهم قام بيواز جينيسيز فبالتالي ممكن يكتشفوا منذ الصغر لأنه بيكون عندهم الاكستينا الجينيسيز شو حمي بالمية هل هي فورمية أو فهيك احنا بيكون حكينا عن الجينيسيك كوز ذي الأساسية لأنه يكون عم يحمل الـ X والـ Y كروموسوم ولكن عم يظهر الفيميل في نوطاعة هلأ بدنا ننتقل عن نوع الآخر في النوع الآخر اللي بيكون أو اللي بيحدث هو اللي بيحدث العكس فعليا بحيث انه شخص بيكون عم يحمل الـ X X كروموسوم واللي هم بالمفروض بالوضع الطبيعي يكون في ميل أو يكون شخص اللي بيحملهم هو في ميل بس بها الكيس بيكون هو شخص عم يحمل الـ X X كروموسوم ولكن عم يظهر الميل جينوطايف عفونا الميل فينوطايف فهذا النوع من الأشخاص له كمان مرة شخص عم يحمل X X كروموسوم ولكن نوع عم يظهر الميل فينوطايف هو في غالب الأحيان شخص يعني بيعيش حياة طبيعية أو هو ميل طبيعي بيكون خاصة إذا كان عنده الموضوع كومبليت هو في غالب الأحيان شخص ميل طبيعي بيعيش حياة طبيعية ولكن عند سم بوينت في حياته حيعاني من بعض المشاكل وهاي البوينت بالغالب بتكون مرحلة البيوبرتي ومرحلة الانجاب فهذور الأشخاص اللي هم كمان مرة بيكونوا حاملين للXX كروموسوم ولكن عم يظهروا الميل جينوطايف عفوا الميل فينوطايف ولهل أحنحكي عن أسباب هاد الحكي بيكونوا ميل ولكن في بعض البوينت من حياتهم ممكن يظهروا بعض المشاكل من المشاكل الأساسية اللي ممكن تنشأ عندهم اللي هي الديفلوبمنت لالجونات بحيث إنو التسس عندهم بيكون مش متطورة مية بالمية بيكون تكون تسس عندهم شوية حجمها أقل من الطبيعي هاد الإشي بيتسبب بإنو فعليا هدول الأشخاص يكونوا انفرتايل فبيصفي إنو هدول الأشخاص بيكونوا انفرتايل أو مش قادرين على الإنجاب بسبب إنو بالأساس السمول تسس أو التسسس عندهم حجمها صغير اللي لم يسمح هاد الإشي بدوره بتطور وبالتالي بيصير هاد الشخص بالإضافة لهذا الحكي من ضمن الشغلات الأساسية اللي ممكن بتظهر عن هدول الأشخاص وقت مرحلة اللي بتكون إنديكيشن إنو هاد الشخص ممكن يكون عنده مشكلة معينة اللي هي الجينكو معستية أو بمسمى آخر اللي هي البريس ديبلومنت إحنا بنعرف إنو وقت مرحلة البيوبرتي وقت ما تبدأ السيكان دري سيكشو الكاركترسيكس بالظهور الفيميل المفروض إنو يظهر عندهم البريس أو يصير عندهم البريس ديبلومنت هاد في البضع الطبيعي عند هدول الأشخاص كمان مرة لأنهم هم حاملين لل XX جينو طائب ولكن هم من الخارج هم فهدول الأشخاص ممكن بعض العوارض اللي تظهر عندهم وقت البيوبرتي إنو يصير عندهم بريس ديبلومنت فبالتالي هو بيكون شخص هو ميل فعليا ولكن مع بريس ديبلومنت فهذا الإشي بيكون كوستن مارك كوستن مارك كوستن مارك كوستن مارك إنو شو فيه شو السبب لهذا الإشي فهذا الشخص المفروض إنو يراجع طبيب وراجع هذا مختص من أجل إنو يساعده في معرفة السبب وعلاج فهذه هي بعض الإنديكيشن اللي ممكن تظهر عند هدول الأشخاص اللي كمان مرة وما بيكونوا حاملين للXX جينو ولكن الفينو هو ميل فينو هدول الأشخاص السببب الرئيسي لحدوث هذا الحك عندهم بحيث إنو شخص يكون حامل XX جينو السبب الرئيسي بنرجع بنحكيه هو الSRY جينو بتذكروا في الكيس اللي قبل قلنا الSRY جينو لو حدث وكان في عليه خلل بحيث إنو صار الميتيشن صار الفونكشنل الميل ربودكس بسيستم لن يتطور طب لو حدث وكان الخلل بالعكس بحيث إنو خلال تشكل الجاميات صار ترانس لكيشن للSRY جين وبدل ما يكون قاعد على الY كروموسوم راح قاعد على الX كروموسوم أو على أي كروموسوم آخر هذا الإشي حيتسبب إنو هذا الشخص أو هذا الشخص اللي عم يحمل XX جينو هو مظبوط عم يحمل XX جينو ولكن موجود عنده الSRY جين واللي هو جين مش مفروض يتواجد إلا عند الأشخاص اللي حاملين الY كروموسوم ولكن بسبب أو بسبب طفرة عند هذا الشخص نشأ الSRY جين عنده أو خلنا نحكي الSRY جين عنده وجود وجود الSRY جين بحد ذاته كافي إنه يسمح ل بأنه يطور فبصفي هذا الشخص هو عم يحمل XX جينو بس بالإضافة للX جينو هو عم يحمل بسبب Abnormal ترانس هذا الإشي تسبب أنه الSRY جين موجود عنده وبالتالي عم ينتج كمية تستوستيرون كافية وبناء على اللي حيتطور هو الMail Reproductive System بدل ال Female Reproductive System فهذا الشخص كمان مرة بيكون مضبوط حمل XX جينو طايف ولكن عنده هو عم يحمل بالإضافة للX Genotype الSRY وجود الSRY جين حتى لو بطريقة abnormal بسبب Translocation أو غيره كافي لأنه يسمح للمail Reproductive System بالتطور فبصف في هذا الشخص هو XX Genotype ولكن ما يلفينه طايف فهذا فهذا خلني أحكي هو السبب الأول والأساسي اللي عن طريقه ممكن ينشع عندي complete gonadal genesis حيث إنه شخص يكون عم يحمل XX Genotype ولكن الفenotype بيكون for male هلأ فيه لهذه الحكي ممكن يكون أسباب أخرى هاي الأسباب الثانية هلأ حنحكي عنها نشوف شو طبيعة الجينات الثانية اللي ممكن تأثر على الموضوع وتسمح في تطور المail reproductive system بعيدا عن SR واجين بس فيه نقطة بنا ننتبع عليها فعليا اللي بيحكي لي إنه لو حدث وكان عند الخلل هو إله علاقة في جينات تانية مثل الجينات اللي هلأ رح نحكي عنها فعليا إذا كان الخلل على مستوى جينات أخرى بعيدا عن ال SR واجين هذا الإشي رح يكون أو خلنا نحكي هذا الشخص اللي عم بيكون بيعاني من هذا الكيس بسبب mutation على other genes هو شخص حيكون more heterogeneous يعني هو شخص ممكن ينشع عنده جزء من female reproductive system بالإضافة ل female reproductive system أو ممكن يكون عنده partial gonadal degeneracy فهو فعليا هذا الشخص بيكون مش متطور المير reproductive system عنده 100% وممكن بالإضافة ل female reproductive system يكون عنده جزء من female reproductive system بسبب كمان مرة أنه الجين الأساسي أو اللاعب الأساسي في الموضوع اللي هو SRY هو ما كان موجود وإنما كان اللي لعب دور في الموضوع جينات تانية اللي حي نحكي عنه بس نقطة مهم ننتبه لها إنه إذا SRY هو الخلل منه إذا هو حدث وكان موجود هو بيعمل إذا كان الخلل على مستوى هدر جين هدل لو كان خلل على SRY فمن الأسباب التانية اللي ممكن تتسبب بإنه شخص يكون حامل للXX جينو ولكن الفينو لإله يكون ميل هو جين السوكس 9 اللي إذا بتتذكره حكينا عنه قبل شوي في الكيس السابقة إنه هو للSR1 وإنه لو حدث على ديليشن حينشأ متلازمة الكامبوميلك ديسبليجيا واللي من ضمن أعراضها إنه الشخص بيكون بيعاني من بس هذا الجين نفسه لو حدث وصار في عليه بحيث إنه الجين صار ينتج بزيادة صار عنده الـ الـ اللي عنده هذا الإشي حيتسبب بإنه هذا الشخص يظهر عنده خلنا أحكي شبيهة أو مكافئة خلنا أحكي نوعا ما للـ اللي بالأساس الـ بينتجها هو الـ حاليا مش موجود بس أنا في عندي خلل في أحد الجينات اللي تعتبر الـ هذا الخلل هو بحيث إنه صار عم يشتغل بذيادة صار صار عنده أوفر أوفر هذا الإشي حيتسبب بإنه الـ SRY أو الـ 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 ينتج لبرودكت شبيهة أو مكافئة على مقدار لبرودكت اللي بينتجها الـ الـ فبناء عليه بصف الشخص هذا وقت الـ عنده كمية تستستيرون كافية إنها تسمح للمير ربودكت بالتطول فبصف هو شخص حامل للـ X-X Genotype ولكن بسبب خلل على مستوى الـ Stokes 9 Gene اللي هو Regulator هذا الإشي بيتسبب في إنه يزيد إنتاج التستيرون من Stokes 9 وليس من الـ SRY لأنه الـ SRY أصلا مش موجود وبناء على حي يسمح هذا الحكي بتطول المير ربودكت في ستم بدل الفيمير ربودكت في مرة Stokes 9 نقصان إنتاجه بوجود الـ SRY يسمح بتطور أو يعقل خلنا نحكي الـ SRY ويسمح بتطور الفيمير ربودكت بالمقابل زيادة إنتاج Stokes 9 مع عدم وجود الـ SRY هذا الإشي بيسمح بتطور المير ربودكت في ستم ولا يسمح بتطور الفيمير فهذا هو السبب الثاني اللي بيسمح في تطور الفيمير ربودكت عفوا المير ربودكت مع وجود XX كروموسوم السبب الثالث لهذا الحكي اللي ممكن يلعب دور في الموضوع اللي هو جين آخر أو ريجوليتر آخر هذا الريجوليتر محمول على الس X كروموسوم واللي بيطلق عليه اسم السوكس 3 جين هذا السوكس 3 جين هو لسه يعتبر ريجوليتر للسوكس 9 فالسوكس 3 هو بيعمل ريجوليشن للسوكس 9 واللي بدوره بيعمل ريجوليشن للس روال إذا حدث وصار في خلل على مستوى السوكس 3 بحيث أنه السوكس 3 صار في على أو أو صار على جين ميوتاشن أيضا هاي الجين ميوتاشن أثرت على السوكس 9 بحيث خلت أنه السوكس 9 بأنه يصير عندي بروداكت قريبة من بروداكت للس روال جين وبالتالي هيتطور الميل ريبروداكت ريجوليشن على الرغم من عدم موجود الس روال جين وعلى الرغم من أنه الشخص عم يحمل الـ X X جين وطيب بعدور خلينا أحكي أما التالت أسباب الرئيسية اللي بيسمحوا في تطور الميل ريبروداكت تف عند أشخاص عم يحملوا الـ X X جين وطيب لو بشكل أساسي إذا حدث Translocation عم ستوى الـ SRY جين وبمسببات أخرى مثل لو حدث خلال عم ستوى الـ سواء كان السوكس 9 أو السوكس 3 هاي الأسباب الرئيسية اللي بتسمح كمان مرة أخير نحكي الجينات الرئيسية اللي بتلعب دور في القناة سواء عند الميل أو الفيميل جينوطيب واللي تتسبب في أنه يتطور يتطور عندهم قناة مختلف عن القناة اللي المفروض ينشأ عندهم هلأ بدنا نحكي عن مسبب آخر بس هذا المسبب شوي بعيد عن الجينات هو مسبب أكتر العلاقة في في الهورمون بس هاي المرة الكيس شوي بدنا ننتبه عليهم فحيث عند هدول الأشخاص اللي بيحدث هو التالي بيكون أو قبل نحكي عن هاي الكيس في الكيس اللي حكينا عنها قبل شوي هو شخص بيكون عم يحمل الـ XX كروموسوم ولكن اللي نشأ واللي تطور عنده هو الميل الـ الكيس اللي بنا نحكي عنها هلأ هي فيميل فعليا هي فيميل عم تحمل الـ XX كروموسوم تطور ونشأ عندها الفيميل الـ عندها للفيميل موجودة بس النقطة الأساسية إنه الـ صار في خلل في مستوى الـ هرمون هذا الخلل تسبب في إنه ينشأ عند هاي الفيميل external genitalia مشابهة للميل genitalia فبيصفي هي فيميل هننحكي بشكل كامل بس من الخارج تظهر وكائنها ميل فهذا الإشي فعليا بيكون يعني بيكون خلل على مستوى أو بزيادة مستوى التستستيرون at some point هلأ حنشوف شو السبب لهذا الحكي بس لو حدث وصار هذا الخلل اللي هو زيادة في مستوى التستستيرون بحيث إنه صارت عملية الـ حيث إنه كمان مرة هي فيميل كاملة بس الخلل هو فقط على مستوى الإكستيرون الجينيطاليا هاي الفيميل فعليا ممكن يتم علاجها بكل بساطة بإنه ببساطة بيعملولها سيرجيري وحدوثة السيرجيري هاي عادة بترجعها فيميل طبيعية وفعليا بتكون وقدرة على الإنجاب ووضعها تماما هاي الفيميل اللي بيكون كمان مرة عندها بحيث كمان مرة إنه الجينوتايب هو فيميل الريبروداكتور سيستم المتطور هو فيميل بس الخلل هو على مستوى الإكستيرنال جينيطاليا هذا الحكي بيصير بالغالب بسبب متلازمة يطلق عليها اسم الكونجينتال أدرينا هايبر إبليجيا هاي المتلازمة بشكل أساسي هي متلازمة لها علاقة في الأدرينا الإجلاند احنا بنعرف الأدرينا الإجلاند أو الغدة الكذرية للغدة الموجودة فوق الكلية هاي الغدة هي غدة مسؤولة عن إنتاج مجموعة من الهرمون فهي من ضمن الهرمون اللي بتنتجهم بتنتج ألدوستيرون تنتج كورتزول وبتنتج أستراضيول ولي يعطهم تنتجهم من اللي هو الاستيرويد حدوث الكونجينتال أدرينا الهايبربليجيا يعني إنه فعليا بيكون حدث خلل على مستوى أحد الباثويز اللي حيتسبب بدوره بأنه أحد الباثويز حيبطل شغل ففي الغالب الكونجينتال أدرينا الهايبربليجيا اللي بينشأ عنها الفيريلايزيشن للفيميلز هو فعليا لو كان الخلل على مستوى أنزيم يطلق علي اسم أو قبل نحكي عن الأنزيم الخلل بشكل أساسي بيكون على مستوى هرمون الألدوستيرون الألدوستيرون للتفكير هو هرمون مسؤول عن عمل الهايبرتنشن أو عمل خلنا أحكي ريتنشن للسوديوم والألدوستيرون يمنع 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 تشكل السوديوم أو ألدوستيرون وهو أكثر الأسباب أو عن مستوى أنزيم ثاني اللي هو 11 بيتا هيدروكسي سواء كان الخلل هون أو كان الخلل هون الجسم بيكون عم ينتج الألدوستيرون عم ينتج الألدوستيرون ولكن عم بيوقف عند مرحلة معينة بسبب أنه أحد الأنزيمات اللي مسؤول أنها تكمل الباثوي مش شغال فعلي فالجسم عم يحاول ينتج بس عم بيوقف عند مرحلة معينة هاد الإشي حينتج عنه أنه فيه بريكيرسر عم تتراكم البركيرسر اللي كان الجسم بده ينتج منها والجسم أول عن آخر بيتخلص من هاي البركيرسر بيتخلص من هاي الأكوميليشن فهو فعليا مش قادر يعني خلص هو عرف أنه هاد الباثوي مش شغال هو الباثوي للألدوستيرون هو مش شغال فعليا بس هاي البركيرسر بده يتخلص منها بشكل أو بيأخر فعشان يتخلص منها بروح بيعملها شنط أو بيحولها على أثر باثوي هذا الباثوي هو الأندروجين فبالتالي بروح بدل ما ينتج الألدوستيرون بسبب أنه في عند خلال على مستوى الأنظيمات اللي بتنتجه بروح بينتج لبدلا منه الأندروجين فبصف هاي الفيميل هي بالأساس وقت الأمبريو تشكل عندها ال فيميل ربروتوكتف سيستم وهي XX فيميل بس بسبب أنه الألدوستيرون الجسم مش قادر ينتجه صالينتج بداله أندروجين بالأخص التستوستيرون فهذا الإشي نشأ عنه أنه الأكستيرنال جينيطاليا عند هاي الفيميل نشأت وتطورت as a male external جينيطاليا فبصف كمان مرة هي female as a genotype as a reproductive system as an internal structure بس ال external structure أو ال external جينيطاليا هي male جينيطاليا فهاي وهذا هو السبب الرئيس عند هذو الفيميل زي ما حكينا هذا النوع من الكيسز علاجه سهل بتم علاجه ببساطة بسيرجري وإذا عولج بشكل سريع فعليا هاي الفيميل بتظلها fertile ونسبة الفيرتال بتلقيلها بتكون عالية فعليا بكون وضعها سمم فهي أهم النقاط المتعلقة في ال congenital adrenal hyper eblysia المتلازمة الأخيرة اللي إليها علاقة في disorders of sex development اللي لازم نعرف عنها هي متلازمة هاي المرة إليها علاقة في androgyns ففعليا هاي المتلازمة يطلق عليها اسم androgen insensitivity syndrome نرجع كمان مرة لتطور المير reproductive system قلنا بشكل أساسي إذا الاسعار واجين موجود هاد الإشي حيسمح في تشكل التستستيرون خلال مرحلة تشكل التستستيرون رح ينشأ عنه تطور في المير reproductive system طب لو حدث وشخص كان الـ X والY chromosome عنده تمام موجودين الجينات كلياتها شغالة التستستيرون عم ينتج ولكن الخلل كان في الخلايا نفس حيث إنه الخلايا are insensitive for the testosterone الخلايا مش عم تستجيب للتستستيرون هي عم تتعامل مع التستستيرون وكأنه مش موجود فالتستستيرون موجود عم ينتج الخلايا مش عم تستجيب لإله خلايا عم تتعامل معه وكأنه ولا إش فبما إن الخلايا insensitive لإله مش عم تتعامل معه فعليا هيصفي وكأنه مش موجود ولما يكون التستستيرون مش موجود اللي حينشأ هو الـ Female Reproductive System بدل فبيصفي هذا الشخص هو عم يحمل الـ X والـ Y كروموسوم ولكن الفينو طيب لإله هو Female فينو طيب فكما أمر الـ Androgen Insensitivity Syndrome شخص بيكون عم مستوى الجينات خلني أحكي طبيعي عم مستوى الجينات المسؤولة عن إنتاج تستستيرون طبيعي الـ X والـ Y الموجودين تستستيرون عم ينتج ولكن العلة بالخلايا نفسها الخلايا بتكون Insensitivity الخلايا لا تستجيب للتستستيرون بيتتعامل معه وكأنه مش موجود وبناء عليه عم ينشأ أو بما أنه عم تتعامل وكأنه مش موجود فاللي رح يتطور هو Female Reproductive System بدل Female Reproductive System وهذا النوع من Disorders فعليا في منه عن أنواع مختلفة في Complete Gonadal Dysgeny عفوا Complete Androgen Insensitive Syndrome في بارشل وفي معلو في حال الكمبليت بيكون الجسم بالمرة مش عم يستجيب للتستستيرون فبيكون هو شخص عم يحمل الـ X والـ Y كروموسوم ولكن اللي عم يظهر عنده هو Female Phenotype أو ممكن يكون بارشل Androgen Insensitive Syndrome عنده بحيث أنه نسبة استجابة الخلايا للتستستيرون بتكون موجودة ولكن ها ضعيفة فبيصفي هذا الشخص بينشأ عنده أحد الـ Reproductive System سواء للميل أو للفيميل بالإضافة لأمبيجي والجينيتاليا فبيكون هذا الشخص عنده الجينيتاليا مش واضحة مية بالمية الميل أو فيميل فبالتالي هذا الشخص أو هذا الـ Child فعليا مفروض بيبين عليه الأعراض اللي عمبيجي والجينيتاليا منذ الصغر ولازم بناءا عليه أنهم ياخدوا ويعالجوا والنوع الأخير من أنواع هذه Androgen Insensitive Syndrome اللي هو Mild Androgen Insensitive Syndrome في حالة Mild Androgen Insensitive Syndrome بيكون الشخص عم يعني بيكون هو شخص خلص هو XY وتطور عنده الـ Mild Reproductive System فعليا بس في وقت البوبريتي ممكن يظهر عنده بعض المشاكل بحيث أنه خلايا جسمه ما بتكون عم تستجيب للتستوستيروم بنسبة 100% تصير عنده شوية خلال في تطول البوبريتي في تطور Sexual Characteristics فهي خلني أحكي الثلث أنواع الأساسية للـ Androgen Insensitive Syndrome فإحنا نكون حكينا عن أبرز الأسباب المسؤولة عن Disorders of Sex Development هاي الأسباب زي ما قلنا حكينا أنها ممكن تقوى على مستوى الجينات أو حتى على مستوى الهرمون وحكينا عن أنواعهم المختلفة بهاي الصورة وبالجدولين التاليين في سلات الجاي وفعليا بلخص للمتلازمات اللي حكينا عنهم كلياتهم عن أسبابهم وعن كل التفاصيل اللي حكينا فبتقدروا بس خلصوا تراجعوا لهاي التابل فلاحد هنحن نوقف محاضرتنا اليوم ويعطيكم العافية